عن قيمة الأهلي وعن حقوق الأهلي وهيبة الأهلي تكلم الأهلي دفاعاً عن مشاعر جماهيره الغفيرة جماهيره التي أعتقد في كل ظرف من الظروف وفي كل مناسبة من المناسبات ضربت المثل الكبير والبارز في الالتزام والانضباط والحس العام المسؤول ولعل هذا يكون من أهم مضامين حلقة الليلة محاولة الإقاع بين الأهلي وجماهيره أو بين جماهيره في دورها الوطني المنضبط والمسؤول كلام مهم جداً نحاول الكشف عنه وتعريته الليلة فيه كلمة مش عايز أعديها أنت قلتها كلمة واحدة كلمة واحدة أدهشني تماماً أنك أنت لما تقول مش هنلعب من غير جماهيرنا أن يخرج علينا الصديق العزيز الذي يكون له قدر كبير من الحب والإحترام وأعلم أنه فاهم وعشان هو فاهم أنا حتكلم معاه بيبقى كلامه هو يقصده وله وقعه الصديق العزيز أحمد مجاهد بيقول لك الأهلي بيحرد جماهيره أو بيستقوى بجماهيره هوانا لما لأي كل الفرق بتلعب بجماهيرها هوانا اللي مهدد على طول لنلعب غير جماهيري مرة لأسباب تخص جمهور مرة لأسباب تخص الملعب فلما أقول أن أنا بعد كده لو جبتوني ملعب يعليكم أن أنتوا اللي تجيبوا المفقات الأمنية على حضور الجماهير أبقى بستقوى ولا أنا فعلا ما فيش تكافئ فرص إن غير يلعب أمام جماهيره بس مرار وأنا محروم من جماهيري وهي الجماهير الأغلبية هو كمان موقف فني يعني مش موقف فيه هنا حد بيستقوى بحاجة لكن أنا جماهيري أنا بتدعمني وبتؤثر عليها فنيا وبتشعرني بالدفع وحقها تكون معايا وحقها السابت الدائم إنها تكون موجودة شمع نهية فلما أقول كده يطلع للأستاذ رحمد مجاد يتصور أو يصور الأمر ما هو مش متصور الأمر كده هو يصور الأمر على نوع الحقوق بقى دلالي حجيب سريد جماهيره شوط المغمووووووووو وشوط